الأخوة كرمازوف لروائي الروسي دوستيوفسكي الترجمة سامي الدروبي يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد لياجافي كان على ميتيا أن يرحل إلى لياجافي يحب الإسراء كذلك كان يردد ولكنه لم يكن قد بقي معه مال لاستئجار خيول إن في جيبه بضعة قروش فذلك كل ما بقي له من سني الثراء التي عاشها لكنه تذكر أن عنده في البيت ساعة قديمة من فضة متعطلة منذ زمن طويل فحملها إلى تاجر ساعات يهودي له دكان في السوق فاشتراها منه التاجر بستة روبلات أتف ميتيا يقول لنفسه متحمسا لم أكن آمل أن أحصل على هذا المبلغ كله أصبحت حماسة ميتيا لا تفتر وعاد إلى مسكنه بالمبلغ مسرعا وأكمله باقتراض ثلاثة روبلات من أصحاب الدار التي يقيم فيها ولقد قبل أصحاب الدار أن يقرضوه راضين مسرورين رغم أنهم كانوا هم أنفسهم في عسر وذلك لأنهم يحبونه كثيرا وأبلغهم ميتيا وهو على ما هو عليه من حماسة وفرح طافح أن مصيره سيتقرر وشرح لهم ببضع كلمات سريعة جدا الخطة التي عرضها للتوي على سامسونوب والقرار الذي اتخذه سامسونوب والأمان التي أشرخت في نفسه إلى آخره إلى آخره وكان هؤلاء الناس الطيبون على علم سابق ببعض أسراره وهذا هو السبب في أنهم كانوا يعدونه واحدا منهم فهو سيد لا يتكبر ولا يتعالى فما إن جمع ميتيا تسعة روبلات على هذا النحو أمر بخيول الأجرة للذهاب إلى محطة فولفيا ولكن هذا ألف واقعة ثابتة وهي في عشية الحديثة قبل الظهر لم يكن ميتيا يملك قرشا واحدا حتى لقد اضطر من أجل الحصول على شيء من المال أن يبيع ساعته وأن يستدين ثلاثة روبلات من أصحاب الدار وذلك كله تشهد به شهود إنني أذكر هنا هذا الظرف الذي لن تظهر خطورة شأنه إلا فيما بعد كان ميتيا أثناء انطلاق الخيول به إلى فولفيا بسرعة مشرق الآمل متهلل النفس كان يتنبأ فرحا بأن جميع هذه الشؤون ستسوى أخيرا ومع ذلك كان يقلق ويرتعش خوفا في بعض اللحظات حين يتساءل ما عسى تصير إليه غروشينكا أثناء غيابه هبها قررت في ذلك اليوم نفسه أن تذهب إلى فيودور بابلوفيتش إنه بسبب هذا الافتراض إنما قرر أن لا ينبئها بأمر سفره كما أنه أمر أصحاب داره أن لا يكشفوا لأحد عن المكان الذي سافر إليه إذا هم سألوا عن ذلك يجب أن عود قبل هبوط الليل مهما كلف الأمر مهما كلف الأمر كذلك كان يكرر لنفسه بينما كانت العربة تنطلق به إلى فولفيا مسرعة وتهزه هزا قويا وكان يحدث نفسه مستغرقا في أحلامه أما لأجافي فهذا فسوف أعود به معي لإبرام العقد ولكن حلمه لن يتحقق على ما رسم له من خطط وأسفع فهو أولا قد وصل متأخرا لأنه سلك ابتداء من فولفيا طريقا من تلك الطرق التي تصل بين القرآن الصغيرة فلم يقطع 12 فرسخا بل 18 ثم إن قس إلينسكي لم يكن في بيته لأنه كان قد ذهب إلى قرية مجاورة فلما عثر عليه ميتيا أخيرا في تلك القرية التي تابع طريقه إليها بخيوله المكدودة المنهوكة كان الليل أوشك أن يهبط وسرعان ما ذكر له هذا الكهن وهو رجل لطيف خجول المظهر أن اليقافي قد نزل عنده فعلا في أول الأمر ولكنه يقيم الآن في سوخوي وإنه سيبيت هذه الليلة في بيت حارس الأحراج لأن له أعمالا مرتبطة بشراء الغابة هناك فتوسل إليه ميتيا أن يصحبه فورا إلى اليقافي وأن ينقذه بذلك فتردد القص في أول الأمر لكنه وافق أخيرا على أن يرافقه حتى سوخوي وكان واضحا أن الفضول هو الذي دفعه إلى هذه الموافقة ومن سوء الحظ أنه نصح بقطع الطريق سيرا على الأقدام لأن المسافة لا تزيد على فرسخ واحد أو أكثر قليلا وكان طبيعيا أن يقبل ميتيا هذا الاقتراح فأخذ يسير بخطا مديدة على عادته في السير فكان الكاهن العاثر الحظ مضطرا إلى أن يماشيه شبه راكض إن هذا الكاهن رجل ليس طاعنا في السن وشديد الحذر وسرعان ما أطلعه ميتيا على مشاريعه عرضها له بحرارة وسأله بعض النصائح في أمر اليقافي بإلحاح عصبي وظل يتكلم على هذا النحو طوال الطريق فكان القص يصغي إلى كلامه بانتباه ولكنه كان ضنينا بالأجوبة يقتصر على أن يكرر في الجواب على أسئلة ميتيا الملحة لا أعلم مع الأسف أن لي أن أعلم لما حدثه ميتيا عن نزاعه مع أبيه في موضوع الميراث ذعر القص لأنه كان مرتبطا بفيودور بابلوفيتش من بعض النواحي فيما يبدو ومع ذلك سأل ميتيا في دهشة عن سبب إطلاقه اسم اليقافي على هذا الفلاح جورسكين وذكر له أن هذا الفلاح لا يسميه أحد بهذا الاسم رغم أنه اسمه فعلا لأنه يستاء استياء شديدا من مناداته بهذا الاسم وإنه لا غنى عن مخاطبته باسم جورسكين وإلا فلن تفرح معه في شيء بل ولن يسمع لك بهذه العبارة ختم القص كلامه فدهش ميتيا قليلا وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذي ذكره له سامسونوف نفسه فلما سمع الكاهن ذلك أسرع يغير الحديد ولعله كان يحسن صنعا لو أفصح لميتيا عن الشك الذي راوده والشبهة التي خطرت بباله لأن أرسله سامسونوف إلى هذا الفلاح مطلقا عليه اسم اليقافي فمن الجائز جدا أن يكون قد فعل ذلك سخرا به وضحكا عليه ولابد أن يكون في الأمر شيء يعرج على كل حال ولكن ميتيا لم يكن في وقته متسع للتوقف عند مثل هذه السفاسف فهو يغض السير ويمشي بخطا مديدة ولم يدرك أن المسافة التي قطعها ليست فرسخا ولا فرسخا ونصف فرسخ بل ثلاثة فراسخة على الأقل لم يدرك ذلك إلا حين وصل إلى سخوي ومع ذلك كبح جمح غضبه وسيطر على حنقه ودخل الرجلان الدار التي كان حارس الأحراج وهو رجل يعرفه القص يشعل نصفها بينما كان نصفها الثاني الذي كان أفضل من الأول عناية وصيانة والذي يفصله عن النصف الأول دهليز موضوعا تحت تصرف غورسكين ومضى الرجلان إلى غورسكين رأسا وأشعلها شمع كانت الغرفة مدفأة تدفئة شديدة وعلى مائدة من خشب الصنوبر يرى سماور منطفئ وصينية وفناجين وزجاجة روم فارغة وأبريق ما زال فيه بقايا فودكا وكسرات خبز أما ليا جافي فكان مستلقيا على ذك قد لف سترته واتخذها وسادة وكان يشخور شخيرا ثقيلا نظر إليه ميتيا متحيرا ثم قال في قلق يجب إيقاظه طبعا إن القضية التي جئت من أجلها ملحة وأنا في عجلة من أمري لأن علي أن أرجع في هذا اليوم نفسه صمت القس والحارس ولم يقولا رأيهما واقترب ميتيا من النائم وأخذ يحاول إيقاظه فكان يهزه هزا قوي ولكنه لم يظفر بشيء فحدث ميتيا نفسه هو سكران فماذا عسايا أصنع ما عسايا أفعل يا رب وإذ بلغت ذروة من نفادي الصبر شد الشاخر من ذراعه ثم شده من ساقيه ثم هز رأسه ثم أنهضه قليلا وحاول يجلسه على الدكة فلم يستطع أن ينتزع منه بعد جهود طويلة إلا بضع دمدمات تتخللها شتائم مقدعة غير واضحة قال القس أخيرا خير لك أن تنتظر فما هو في حالة تمكنه من النهوض والمناقشة وقال الحارس لقد ظل يشرب طوال النهار فصاح ميتيا يقول آه يا رب لو علمت ما مدى حاجتي إليه وفي أي ظرف يائس أنا قال القس لا حلة في الأمر لا بد من الانتظار إلى صباح غد إلى غد رح ماك هذا مستحيل واشتد به الكرب فأراد أن يهز السكران من جديد ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك لأنه أدرك أن جهوده عبث لا فائدة منه وقد صمت القس فأصبح لا يقول شيئا أما الحارس فكان شديدا نعاس فسكت كذلك كالح الوجه عابس الهيئة قال ميتيا وقد بلغ أوج الحيرة والاضطراب إن الحياة تهيئ للإنسان في بعض الأحيان مهازل فاجعة مبكية وكانت قطرات من العرق تسيل على وجهه وانتهز القس لحظة هدوء فأوضح كيف أن إيقاظ النائم لن ينفع شيئا لأنه لن يكون قادرا على المناقشة وهو فيما هو فيه من سكر شديد وختم كلامه قائلا وما دام الأمر الذي جئت من أجله هاما فالأفضل أن ترجئه إلى الصباح فوافق ميتيا على هذا الاقتراح وهو يباعد بين دراعيه معبرا عن العجز وقال طيب يا بتي سأبقى هنا مع الشمعة أرقب اللحظة المؤاتية فما تستيقظ كلمته وأضاف يقول ملتفتا نحو الحارس وسأدفع لك ثمن الشمعة وسأدفع لك أيضا أجر قضاء الليلة هنا سوف تتذكر ديمتري كرمازوف ثم عاد يخاطب القصة فسأله أما أنت يا أبي فلا أعرف الآن أين ستنام أنت فأجابه القص بقوله الأمر بسيط أعود إلى بيتي وأضاف يقول مومئا إلى الحارس سأخذ فرسه والآن نعمت مساء أرجو لك التوفيق كله وذلك ما كان عاد القص إلى بيته على الفرس سعيدا بخلاصه من ميتيا وكان في أثناء الطريق يحرك رأسه قلقا بعض القلق متسائلا ألا يحسن به أن يبلغ فيودور بابلوفيتش أمر هذه القضية العجيبة منذ الغد قائلا لنفسه إنه إذا علم بالأمر لسوء الحظ فقد يغضب مني فيمنع عني خيراته أما الحارس فقد حك رأسه وعاد إلى غرفته دون أن ينطق بكلمة جلس ميتيا على الدكة مترقبا اللحظة المؤاتية كما قال وقد هبط عليه حزن عميق رهيب شمله كضباب كثيف كان يحاول أن يفكر ولكن أفكاره كانت تتهرب بسبب ما هو عليه من إرهاق وكرب إن الشمعة تذوب ببطء وهذا طائر يغني في مكان ما والهواء قد أصبح خانقا في الغرفة المدفأة تدفئة زائدة وفجأة تراءت لخيال ميتيا حديقة أبيه والممر الذي يقع خلف الحديقة وتراء له باب يفتح خلصة في المنزل وتراءت له جروشينكا تتسلل من الباب فإذا هو يثب عن الدكة واقفا دمدم وهو يصر أسنانه يالي المأساة ثم دنى من النائم بخطوات ألية وأخذ يتفرس في وجهه إنه فلاح نحيل ما يزال شابا شديد استطالة الوجه مضفور الشعر الكستنائي لدقنه لحية طويلة رقيقة يرتدي قميصا من القطن وصدرية سوداء تتدلى من جيبها سلسلة ساعة من فضة تأمل ميتيا وجهه فشعر بكره شديد لهذا الرجل وأحنقته ضفائره خاصة لا يدري لماذا وبدى له أنه أمر لا يطاق أمر مضل مهين أن يكونه عليه هو ميتيا الذي جاء لأمر مستعجل هام ضحى في سبيله بالكثير وترك من أجله الكثير أن يكون عليه أن ينتظر هنا ممزق القلب هما بينما هذا الكسلان الذي يتوقف عليه مصير في هذه اللحظة يغط في النوم ويشخر كأن شيئا لم يكن وكأنه على كوكب آخر صح ميتيا يقول آه يا لسخرية القدر وطاش صوابه فهجم فجأة على الفلاح السكران مرة أخرى يريد أن يقضى وبغضب مسعور راح يهزه بكل ما أتي من قوة إنه الآن حاقد عليه وها هو ذا يصدمه بل ها هو ذا يضربه ولكن جميع جهوده ذهبت سدى فلما رأى بعد خمس دقائق من الجهود الضائعة أنه لا سبيل إلى إيقاظه عاد إلى مكانه وجلس شاعرا بعجز ويأس وهو يكرر قوله يا للسخف يا للغباء ثم إذا هو يضيف إلى ذلك دون أن يعرف لماذا يا للذل أيضا يا للعار وأخذ يشعر بصدعا رهيب في رأسه وتساءل لحظة أأعدل أأرجع ولكنه أجاب يقول بل سأنتظر إلى صباح سأبقى خصيصا خصيصا وإلا فلماذا قد جئت إلى هنا ثم ما عسى يأفعل لأرحل بغير خيل آه ما أسخف هذا كله وكان صدع رأسه ما ينفك يشتد أثناء ذلك وظل ساكنا جامدا دون أن يلاحظ النعاس الذي كان يستولي عليه شيئا بعد شيئ ونام آخر الأمر جالسا لابد أنه نام على الحال ساعتين أو أكثر فلما استيقظ كان يشعر بصداع فضيع لا يطاق حتى لا يشك ميتيا من فرط شدته أن يصرخ كان صدغاه يطنان طنينا وكان يحس بوجع في رقبته فلما فتح عينيه لم يستطع أن يسترد حواسه وانقضت برهة طويلة قبل أن يفهم ما به ثم أدرك في نهاية الأمر أن الغرفة المدفأة تدفئة زائدة تمتلئ برائحة قوية هي رائحة فحم محترق وأنه كاد يموت اغتناقا وكان السكران ما يزال يشخر ويغط في نومه على الدك وكانت الشمعة التي انصهرت انصهارا تاما تهم أن تنطفئ صرخ ميتيا وأسرع إلى غرفة الحارس مترنح الخطى فسرعان ما استيقظ الحارس ولكن لم يبدو عليه أنه انفعل كثيرا حين علم بما حدث وإنما مضى يتخذ الإجراءات اللازمة ببرودة وقلة اكتراث فدهش ميتيا من ذلك حتى كاد ينفجر غضبا وصاح يقول مضطربا اضطرابا شديدا لقد مات مات فماذا بعد فتح الباب وفتحت نافذة ودخل الهواء إلى الغرفة ونظفت مدخنة المدفأ ومضى ميتيا فجاء بدلو ماء فأغضص فيه رأسه ثم تناول خرقة فبللها بالماء ووضعها على جبين اليقافي فكان الحارس ينظر إليه أثناء ذلك هادئا هدوءا يوشك أن يشتمل على احتقار وقال بلهجة متجهمة بعد أن اكتفى بفتح نافذة هذا كاف ثم رجع إلى غرفته ينام تاركا لميتيا سراجا مشتعلا ظل ميتيا يعتني قرابة نصف ساعة بالسكران الذي كان يستنشق غاز الفحم السام وظل يجدد له الكمادات المبتلة مرة بعد مرة وقرر أن يستمر على هذه الحال حتى الصباح ولكنه جلس ليستريح لحظة قصيرة منهوك القوى فسرعا ما أغمض عينيه واتجع على الدكة دون أن يلاحظ ذلك ولم يلبث أن نام على الفور نوما ثقيلا فلما استيقظ كانت الساعة التاسعة تقريبا والشمس تستع من خلال نافذتي الغرفة الصغيرتين والفلاح المضفور الشعر قد ارتدى ثيابه كاملة وجلس إلى المائدة التي كان عليها سيماور جديد وابريق فودكا جديد قد أفرغ أكثر من نصفه منذ الآن كان الابريق الأول فارغا ليس فيه قطرة واحدة فنهض ميتيا بوثبة واحدة وأدرك منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سكر من جديد وأن سكره سيكون في هذه المرة عميقا لا برأ منه ولا علاج له ظل ميتيا يحدق إلى الفلاح دقيقة محملق العينين أما الفلاح فكان يلاحظ ميتيا صامتا بشيء من الخبط والمكر بل بثقة مستخفة محتقرة فيما بدى لميتيا قال له ميتيا معذرة أعتقد لابد أن حارس الأحراج قد أخبرك أنا الملازم ديمتري كرمازوف ابن العجوز كرمازوف الذي تفاوضه في أمر ثمن أشجار الغابة فأجابه الفلاح يقول بيقين هادئ وثقة كاملة مقطعا كلامه أنت تكذب هذا غير صحيح كيف أنا أكذب؟ إنك تعرف فيودور بابلوفيتش مع ذلك فقال الفلاح رخ والفم أنا أجهل من هو فيودور بابلوفيتش كيف هذا؟ لقد ساومته على ثمن أشجار الغابة هل استيقظت أخيرا؟ هل لا ثبت إلى رجدك؟ إن الأب بابل ألينسكي هو الذي جاء بي إلى هنا ولقد كتبت أنت إلى سامسونوف فأرسلني سامسونوف إليك كذلك قال ميتيا لاهثا مختنقا فعاد ليا جافي يقول له مقطعا كلامه أنت تكذب فأحس ميتيا بقشعريرة باردة في داره أرجوك ليس الأمر مزاحا لعلك سكران قليلا حاول أن تتكلم جادا افهمني أو أصبحت لا أفهم أنت هذه هي مهنتك أرجوك أتوسل إليك أنا كرامازوف ديمتري كرامازوف وقد جئت أعرض عليك صفقة صفقة رابحة رابحة جدا لك صفقة تتعلق بهذه الغابة نفسها أخذ الفلاح يلاعب لحيته بوقار ورصانة ثم قال هذا كذب لا شك أنك تواطأت على جريمة وتريد أن توقع به أن تنذل نعم نذل قال ميتيا محتجا وهو يعقف ذراعيه كمدا ويأسا أؤكد لك أنك مخطئ عندئذ أغمض الفلاح عينيه نصف إغماض ماكر وهو ما يزال يلاعب لحيته ثم قال أود أن تقول لي ما هو القانون الذي يجيز للناس أن يقترف النذالات هل تسمعني؟ أنت نذل هل تفهم؟ تقهقر ميتيا وقد أظلمت نفسه إضلاما شديدا وعندئذ برقت في ذهنه فكرة مفاجئة كأن أحدا ضربه على جبينه كما رواه وذلك فيما بعد لقد اتضح كل شيء في فكره الآن كان ذلك إلهاما مباغتا فأدركت كل شيء تساءل ميتيا مذهولا كيف أمكن أن يساق هذا الرجل الذكي رغم كل شيء؟ كيف أمكن أن يساق إلى وضع سخيف هذا السخف؟ وكيف أمكن أن يندفع في مغامرة كهذه المغامرة؟ وأن يستمر فيها قرابة أربع وعشرين ساعة؟ وأن يشغل نفسه باليقافي هذا واضعا على جبينه كمادات مبللة؟ إنه سكران سكران سكرا فضيعا وسيظل يشرب على هذا النحو أسبوعا بكامله فعلى ما انتظر مزيدا من الانتظار وماذا إذا كان سامسونوف قد سخر مني وضحك علي بإرسالي إلى هنا؟ وماذا إذا هي أثناء هذه المدة قد آه يا رب ماذا صنعت بنفسي؟ كان الفلح ينظر إليه ضاحكا فلو قد كان ميتيا في ظرف غير هذا الظرف إذن لنقض على هذا الأبله حانقا فصرعه ولكنه كان يشعر في تلك اللحظة أنه ضعيف كطفل فهذا يتجه نحو الدكة بخطا بطيئة فيرتدي معطفة ويخرج من الغرفة دون أن يقول كلمة واحدة ولم يجد الحارس في الغرفة الأخرى فتناول من جيبه خمسين كوبيكا فوضعها على المنضضة الثمنا للشمعة وأجرا للمبيت وتعويضا على الإزعاج وخرج من العزبة فوجد نفسه في قلب الغابة دون أن يكون هناك شيء يمكن أن يستهديه في معرفة طريقه فصار على غير هدى لأنه لم يتذكر حتى الجهة التي جاء منها فلم يعرف أيتجه يمنة أم يتجه يسرى وهو يخرج من منزل الحارس إنه لم يلاحظ الطريق حين كان يسير مع القس في الليلة البارحة من شدة تعجله وهو الآن لا يشعر بأي رغبة في الانتقام حتى ولا من سامسونوف إنه يسير في ممر الغابة الضيق خاوي الرأس فاقد الأمل كأنه يبحث عن فكرة ضائعة ولا يهمه أن يعرف إلى أين كان ذاهبا إن في وسع طفل صغير أن يقلبه على الأرض في تلك اللحظة بسهولة من فرط ما كان يعاني من أرهاق جسمي ونفسي معا ومع ذلك خرج أخيرا من الغابة فوجد نفسه فجأة أمام حقول محصودة عارية تنبسط على مدى البصر قال في نفسه وهو ما يزال يسير قدما دون أن يلوي على شيء كان اليأس والموت قد مرى بهذا المكان وأنقذه مسافرون إن عربة تنقل تاجرا عجوزا كانت تسير على الطريق الذي يصل بين قرى صغيرة فلما بلغته العربة سأل حوديها عن الدرب فاتفق أن كان الحودي ذاهبا إلى فولفيا أيضا وسرعان ما تم الاتفاق بينه وبين الحودي فركب ميتيا إلى جانب المسافر العجوز وبعد ثلاث ساعات وصلت العربة إلى محطة فولفيا فلاحظ ميتيا على حين فجأة بعد أن أمر بخيل تقله إلى المدينة أنه يكاد يموت جوعا فبينما كانت الخيل تقرا أمر لنفسه بطبق من عجة التهمه التهاما مع قطعة كبيرة من الخبز ثم انقض على سجق وجده جاهزا وشرب ثلاث أقداح صغيرة من الفوتك حتى إذا استرد بذلك قواه شعر بتجدد شجاعته واستعاد صفاء نفسه الخيل تجري وميتيا يحض الحودي على مزيد من السرعة ويهيئ في الوقت نفسه خطة جديدة خطة لا تخطئ في هذه المرة من أجل الحصول على هذا المبلغ العين قبل نهاية ذلك اليوم هتف يقول مش مئزا شمئزازا عميقا كيف يمكن أن يهوي مصير إنسان بسبب هذه الثلاث آلاف روبل الحقيرة لا أجدنها في هذا اليوم نفسه وكان يمكن أن يجعله هذا التصميم سعيدا مرحا لولا أن التفكير في جروشينكا كان يحاصره كان يفكر فيما الذي يمكن أن يحدث لها كانت هذه الأفكار تطعنه في كل لحظة كشفرة مسنونة ووصلت العربة أخيرا فأسر عميتيا إلى جروشينكا رأسا مناجم الذهب عن هذه الزيارة إنما تحدثت جروشينكا إلى راكيتين مذعورة كان قد سرها وهي تنتظر الرسالة أن ميتيا لم يظهر منذ يومين وكانت تقول لنفسها إنه قد لا يجيء قبل رحيلها بإذن الله ولكنه ظهر على حين فجأة والقارئ يعرف التتم يعرف كيف تعللت له بضرورة ذهابها إلى كوزما سامسونوف حالا لبعض الحسابات وكيف رجته أن يرافقها وكيف استقطعته على نفسه وعدا حين تركته أمام منزل التاجر العجوز بأن يجيء في منتصف الليل لاستحابها إلى منزلها وقد سعد ميتيا بهذه التسوية قال لنفسه مدامت ستقضي السهرة عند كوزما فلن تذهب إلى فيودور بابلوفيج ولم يلبث أن أضاف يحدث نفسه قائلا اللهم إلا أن تكون كاذبة ولكنه كان يعتقد بأنها صادقة إنه ينتمي إلى تلك الفئة من الغيورين الذين يتخيلون أفضع الإشياء ما تبتعد عن المرأة المحبوبة ويعانون عذابا رهيبا من تصور خيانتها لهم أثناء غيابهم ولكن ميتيا كان متلتقى بغروشينكا مرة أخرى قلقا يائسا معذبا نفسي من يقينه بأنها خانت لا يلبث أن يسترد روحه حين يرى وجهها الضاحك الرقيق المرح فإذا هو يطرد كل شكوكه ويشعر بالخجل من غيرته ويلوم نفسه على قلة الثقة بعد أن قام ميتيا بمرافقة غروشينكا إلى منزل سامسونوف أسرع يعود إلى بيته إن هناك مسائل كثيرة بقي عليه أن يحلها قبل حلول الغد وكان يشعر على الأقل بأن حملا ثقيلا قد انزاح الآن عن صدره غير أنه لم يلبث أن قال لنفسه ينبغي لي أن أسأل سمير دياكوف بأقصى سرعة ممكنة الحدث شيء في الليلة البارح هل ذهبت غروشينكا إلى فيودور بافلوفيتش أمس؟ أكد اشتعلت الغيرة في قلبه المعذب من جديد قبل أن يتسع وقته للعودة إلى بيته الغيرة ليس عطيل غيرا إنه وثوق كذلك قال بوشكين إن هذه الملاحظة البسيطة تشهد بعمق عبقرية شاعرنا العظيم إنما عاناه عطيل من قلق النفس والطراب الأفكار ناشع عن أنه فقد إيمانه بمثله الأعلى ولكن عطيل ما كان له أبدا أن يرى لنفسه هوان المرابطة في مكان ما من أجل أن يتجسس ويترصد ويترقب إنه أكثر ميلا إلى الثقة من أن يفعل ذلك بالعكس كان لابد من دفعه ومن تقديم البراهين له ومن تحريضه بالأدلة الدامغة لحمله على تصور الخيانة ليس كذلك الغيور الحق لا يستطيع المرء أن يتخيل مدى ما يمكن أن يهوي إليه الغيور من درك الدناءة والحطة دون أن يشعر بأي خجل من ذلك وليس معنى هذا أن الغيورين أناس يتصفون بحقارة النفس حتما لا رب رجل نبيل القلب نقي الفكر محب مخلص العاطفة يرتضي مع ذلك أن يختبئ تحت السرير وأن يرشي أناسا قدرين وأن يستخدم حط أنواع التجسس وما كان لعطيل أبدا أن يدعن للخيانة أقول يدعن للخيانة ولا أقول يغفرها رغم أن له نفسا رقيقة بريئة كنفس طفل صغير وليس كذلك الغيور الحق ما من شيء إلا ويمكن أن يدعن له الغيور وما من شيء إلا ويمكن أن يغفره عند الحاجة إن الغيورين أسرعوا الناس إلى الغفران والنساء يعرفن هذا هم قادرون مثلا على أن يمسحوا خيانة مشهودة بعد أن يثوروا ثورة عنيفة في البداية طبعا وقبلات وعناقات رأوها بأعينهم شريطة أن يستطيعوا أن يقنعوا أنفسهم أن هذه آخر مرة وأن الغريم سيغيم وأنه سيرحل إلى بلد في آخر العالم أو أنهم سيمضونهم أنفسهم بحبيبتهم إلى منطقة نائية لا يستطيع الخصم الكريه أن يدركها فيها يوما ثم لا تدوم المصالحة أكثر من ساعة طبعا ذلك أنهم ولو اختفى الخصم ما يلبثون أن يكتشفوا خصما جديدا منذ الغد فإذا هم يستأنفون عذاب أنفسهم بسبب هذه الخيانة الجديدة رب متسائل يتساءل ما هي قيمة حب يقتضي هذه الاحتياطات كلها ويتطلب هذه المراقبة الدائمة المتصلة وهل المرأة التي يعتقدون أنها تخونهم تستحق منهم هذا الحب كله؟ إن هذا السؤال بعينه هو ما لا يلقيه الغيورون الحقيقيون على أنفسهم مع أن منهم أناسا لهم نفوس سامية رفعة وهناك أمر جدير بالملاحظة أيضا إن دوي العواطف النبيلة من هؤلاء الغيورين يستطيعون وهم مختبئون في ركن الأركان للتجسس والتنصط يستطيعون أن يفهموا تماما لنبل قلوبهم أنهم ينحدرون إلى الخزي والعار ولكنهم مع ذلك لا يشعرون بشيء من عذاب الضمير ما ظلوا مختبئين في أوكارهم على الأقل ما إن رأى ميتيا صاحبته جروشينكا حتى شعر بغيرته تتبدد وتزول وحتى عاد وثوقا كريما سمحا خلال بضع لحظات بل لقد مضى في هذا إلى حد احتقار نفسه بسبب تلك الشكوك الأثيمة التي ساورته وذلك يدل على أن حبه لتلك المرأة كان فيه عنصر أسمى كثيرا مما كان يظنه ونفسه وأن الشهوانية وتثنيات جسدها التي حدث عنها أخاه اليوشا ليست جوهر ذلك الحب ولكن ما إن غابت جروشينكا عن عينيه حتى عاد يتصور فيها جميع حقارات الخيانة ودناءاتها دون أي شعر أثناء ذلك بأي ندم أو عذاب ضمير استبدت به الغيرة إذن من جديد وكان عليه أن يستعجل على كل حال كان عليه قبل كل شيء أن يجد قليلا من المال لسد حاجاته المباشرة إن روبلات التسعة التي جمعها في الليلة البارحة كانت قد نفدت كلها تقريبا في تلك الرحلة والمرء لا يستطيع أن يفعل شيئا حين لا يكون في جيبه قرش واحد كما يعلم ذلك جميع الناس ولقد فكر ميتيا أثناء وضعه خطته الجديدة في العربة فكر في الوسيلة التي تمكنه من الحصول على بضعة روبلات بلا إبطاء إنه يملك خراطيش ومسدسين رائعين من المسدسات التي تستعمل في المبارزات ولم يكن قد رهنهما حتى الآن لأنه يحرص عليهما حرصا أكثر من حرصه على الأشياء الأخرى وكان قد تعرف منذ زمن طويل في حانة العاصمة الكبرى بموظف شاب عازب غني كان فيما يقال في الحانة أيضا يهوى جمع الأسلحة على اختلاف أنواعها هوا شديدا فهو يشتري مسدسات وبنادق وخناجر ويعلقها على جدران غرفته ويدعو ضيوفه إلى مشاهدتها ويعتز بها ويشرح لهم نظام كل مسدس وطريقة حشوه بالرصاص وطريقة التصويب به إلى آخره إلى آخره ذهب ميتيا إلى هذا الموظف الشاب دون تفكير كثير وعرض عليه أن يستودعه مسدسيه رهنا على قرض قدره عشرة ربلات فسر الموظف سرورا عظيما وحاول إقناع ميتيا بأن يبيعه هذين السلاحين ولكن ميتيا رفض التخلي عنهما فدفع له الموظف عندئذ عشرة ربلات قائلا إنه لن يتقاضى فوائد عن هذا القرض بحال من الأحوال وافترق الرجلان صديقين وأسرع ميتيا إلى جناحه الذي يقع خلف منزل فيودور بابلوفيتش بغية أن يلقى سمرد ياكوب وهكذا أثبت ميتيا من جديد واقعة وهي أنه قبل حدوث الحادث الذي سنتحدث عنه طويلا فيما بعد قبل حدوث ذلك الحادث بثلاث ساعات أو أربع لم يكن في جيبه كوبيك واحد فقرر أن يرهن في سبيل الحصول على عشر ربلات مسدسين كان يحرص عليهما أشد الحرص ثم إذا هو بعد ذلك ببضع ساعات يملك ألوف الروبلات ولكنني أسبق بهذا تتمت القصة فلأعد إلى حيث كنت علم ميتيا في منزل ماريا كوندراتيفنا جارت فيودور بابلوفيتش بنباء مرض اسمير دياكوب فاضطرب اضطرابا شديدا وقلق قلقا عظيما أصغى إلى قصة سقوطه في القبو ونوبة الصرع ووصول الطبيب وهموم فيودور بابلوفيتش وأبلغ أيضا نبأ سفر إيفان بيدرويتش إلى موسكو في مطلع الصباح فبدأ عليه اهتمام شديد بهذه الواقعة التفصيلية قال يحدث نفسه لا بد أن إيفان قد مر ببوفولينا قبلي غير أن مرض اسمير دياكوب قد أحدث في نفسه قلقا كبيرا ومخاوف خطيرة كان يحدث نفسه قائلا ما العمل الآن من عسى يأكلف بمراقبة المنزل وإطلاع على ما يجري فأخذ يسأل المرأتين بإلحاح ألم تلحظا شيئا في مساء يمس وأدركت المرأتان فورا ما الذي يحاول أن يعرفه فطمأنتاهما وسعهما أن تطمئناه قالتا له مؤكدتين لم يجب أحد وقد أنضى إيفانو فيدروفيتش الليلة كما اعتاد أن يمضيها وجرى كل شيء على ما يجب وجم ميتيا مفكرا لا بد من حراسة في هذه الليلة أيضا الأمر واضح ولكن أين يرابط أن يرابط هنا في الحديقة أم يرابط أمام منزل سامسونوف وقرر أخيرا أن يراقب المكانين كليهما وفقا لما توجبه الظروف أما الآن كل ما في الأمر أنه كان عليه أن ينفذ الخطة الجدية الأكيدة في هذه المرة التي رسمها في العربة إن هذا المشروع لا يمكن تأجيله فقرر ميتيا أن يقف على هذا المشروع ساعة من الزمن وقال يحدث نفسه بعد ساعة واحدة أكون قد علمت كل شيء وسويت كل شيء ثم أذهب إلى منزل سامسونوف أسأل أما تزال جروشينكا عنده ثم أعود إلى هنا فورا لأبقى حتى الساعة الحادية عشر وبعد ذلك أذهب إلى منزل سامسونوف ثانية لأصحبها إلى بيتها هذا ما قرر ميتيا أن ينفذه على هذا النحو حل الأمور وأسرع إلى بيته فاغتسل ومشط شعره ونظف ثيابه بالفرشات وارتدى ملابسه وذهب إلى السيدة خخلاكوفا فهناك كانت خطته وحزناه كان ميتيا قد قرر أن يقترض الثلاثة ألاف روبل من تلك السيدة حتى لقد راوده على حين فجأة يقين عجيب خارق من أنها لن تمنع عنه هذا المبلغ ربا متسائل يتساءل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يخطر بباله أن يتجه قبل هذا الوقت إلى هذه المرأة التي تنتمي إلى بيئته على الأقل ولماذا أثار أن يتجه إلى سامسونوف الذي يجهل ميتيا طبيعة تفكيره ولا يعرف بأي لغة يخاطبه يحسن أن نذكر هنا أن ميتيا كان قد انقطع منذ شهر عن التردد إلى منزل هذه السيدة التي كان لا يعرفها كثيرا على كل حال وكان يعلم عدى ذلك أنها لا تطيقه ذلك أنها قد ناصبته العداء منذ البداية في الواقع لسبب بسيط هو أنه كان خطيب كاترينا إيفانوفا لقد كانت تتمنى أن تقطع كاترينا إيفانوفا صلتها به لتتزوج إيفان فيدروفيتش الشاب المثقف اللطيف الذي يملك روح الفروسية ويتمتع بآداب راخية على حين أن آداب ميتيا بدت لها كريهة مقيدة ثم إن ميتيا قد سخر منها مرارا كثيرة وقال عنها ذات مرة إنها كثيرة الحركة والكلام بمقدار ما هي قليلة الثقافة ولكن فكرة قد ومضت في ذهنه وميض البرق في الصباح فقال لنفسه ما دامت تكره أن أتزوج كاترينا إيفانوفا وما دام هذا الزواج يثور حنقها إلى هذا الحد فلا يمكن أن ترفض إقراض هذه الثلاثة ألاف روبل التي ستتيح لي أن أفصم علاقة بكاتيا وأن أرحل من هنا إلى الأبد كان لا يجهل طبعا أن استياء السيدة خيخل كوفا من هذا الزواج يبلغ حد الهستيريا كان ميتيا يقول لنفسه أيضا إن نساء المجتمع المدللات لا يبخلن بشيء في سبيل نزواتهم عدا ذلك فهي غنية جد إن الخطة التي وضعها لاقتراض هذا المبلغ من السيدة خيخل كوفا لا تختلف عن خطة البارح سوف يعرض عليها أن يتنازل لها عن حقوقه في قرية شيرمنشا ولكنه لا ينوي في هذه المرة أن يبسط الأمر على أنه صفقة تجارية ولا يهدف إلى إغراء هذه السيدة كما حاول إغراء سامسونوف بأنها ستربح ستة ألاف أو سبعة ألاف روبل وإنما يكون التنازل عن الحقوق في هذه الخطة الجديدة بمثابة ضمانة سخية للقرض الذي سيتفق عليه وكان كلما ازداد تفكيرا في هذا المشروع ازداد حماسة له وذلك ما يحدث له دائما حين يتخذ قرارا جديدا إنه يتحمس في البداية لكل مشروع جديد من مشاريعه ومع ذلك شعر وهو يصعد درجات من منزل آل خخلوكوف بقشعريرة في ظهره واجتاحت نفسه عند إذن عاطفة قلق الرهيب وخوف شديد لقد أدرك في تلك اللحظة بيقين الرياضي أنه يقامر بآخر ورقة يملكها فإذا لم تفلح هذه المحاولة فلا أمل بعد ذلك اللهم إلا أن أذبح أحدا وأسلبه ثلاث ألاف روبل وبدون ذلك فلا مخرج لي كذلك قال ميتيا لنفسه وكانت الساعة السابعة والنصف حين شبد الجرس بدأ كل شيء يجري على ما يحب ويشتهي في أول الأمر فما إن أبلغت السيدة خخلوكوفا عن وصوله حتى أمرت بإدخاله فدهش ميتيا من سرعة استقباله وقال لنفسه لك أنها كانت تنتظرني وما كد يدخل الصالون حتى هرعت إليه وأعلنت له فجأة أنها كانت تنتظره كنت أنتظرك كنت أنتظرك لا شيء كان يسمح لي بأن أتنبأ بزيارتك أعتقد أنك تقدر ذلك بسهولة ومع هذا كنت أنتظرك فعجب بما أملك من صدق غريزة المرأة يا ديمتري فيدروفيتش لأنني كنت واثقة منذ هذا الصباح بأنك ستزورني قال ميتيا وهو يجلس بخراقة حقا إن هذا يثير الدهشة يثير أكبر الدهشة ولكنني جئت من أجل قضية خطيرة خطيرة خطورة رهيبة بالنسبة إلي طبعا يا سيدتي بالنسبة إلي وحدي لذلك أسار عفاء أعرف أن سبب الذي دفعك إلى المجيء سبب خطير يا ديمتري فيدروفيتش وليست المسألة هنا مسألة تنبؤات لأنني أكره ذلك وذلك الإيمان الرجعي بالمعجزات هل علمت بما جرى لشيخ زوسيمة وإنما الأمر حساب رياضي كان لابد أن تجيئ إلي حتما بعد كل ما جرى مع كاترينا إيفانوفا لم يكن في وسعك ألا تجي هذه الرياضيات أو فلنقل هذه واقعية يا سيدتي لنكن واقعيين هذه حياة اسمحي لي أن أبسط لك بإيجاز الواقعية قلتها يا ديمتري فيدروفيتش أنا من أنصار الواقعية بعد اليوم لقد تلقيت درسا قاسيا وقد شفيت من مرض الإيمان بالمعجزات أنت لا تجهل طبعا أن شيخ زوسيمة قد مات قال ميتيا بشيء من الدهشة لم أكن أعلم شيئا عن ذلك وطافت بخياله صورة أليوشا قالت سيدة خخلا كوفا مات هذه الليلة تصور أنها قطع ميتيا قائلا سيدتي أنا لا أعرف إلا شيئا وحدا هو أنني في وضع عصيب للغاية وأن كل شيء سينهار إذا أنت لم تساعديني وسأكون أنا أول من ينهار اغفري لي خشونة لغتي ولكنني في قلق محموم إن بي حما حقا أعرف ذلك أعرف ذلك أعرف أن بك حما أنا مطلعة على كل شيء وما كان يمكن أن تكون حالتك النفسية غير ما هي عليه كل ما قد تقوله لي الآن أنا أعرفه سلفا إنني أفكر في مصيرك منذ زمن طويل يا ديمتري فيدروفيتش كنت ألاحظ حياتك وأدرسها أنا طبيبة نفوس خبيرة جدا صدقني يا ديمتري فيدروفيتش عدميتي يقول وهو يبدل جهدا من أجل أن يبدو لطيفا محببا سيدتي لا شك عندي في أنك طبيبة خبيرة ولكنني أنا أيضا مريض خبير إنني مقتنع اقتناعا قويا بأنك ستساعدينني في اتقاء هلاك كبير مادمت قد اهتممت بمصيري ذلك الاهتمام كله فاسمحي لي أن أبسط لك أخيرا الخطة التي تجرأت أن أجيأ لأبسطها لك وأنا أقول لك بهذه المناسبة نفسها إنني آمل منك لقد جئت يا سيدتي من أجل أن لا تشرح هذا أمر تنوي لن تكون أول شخص أساعده يا ديمتري فيدروفيتش لا شك أنك سمعت عن ابنة عمي بلمسوفا كان زوجها الذي تدمرت حالته المالية قد انهار انهيارا على حد التعبير الصادق الذي استعملته أنت منذ هونيها فنصحتها بتعاطي تربية الخيو فأصبحت حالتها اليوم مزدهرة ازدهارا عظيما هل تفهم في شؤون تربية الخيول يا ديمتري فيدروفيتش صاح ميتيا يقول نافذ الصبر ثائر الأعصاب حتى لقد هم أن ينهض لا يا سيدتي أبدا لا أفهم في هذا المجال شيئا أتوسل إليك يا سيدتي أن تصغي إلي لحظة دعيني أتكلم دقيقتين فحسب لأعرض لك مشروعي ثم إنني لا أملك إلا وقتا قصيرا جدا أنا مستعجل غاية الاستعجال كذلك أعول ميتيا يقول بصوت هستيري إذ حزر أنها ستقاطعه وأمل أن يستطيع منعها من مقاطعته برفع صوته لقد جئت إليك لأنني قد بلغت دربة اليس وأردت أن أرجوك أن تسل فيني ثلاثة آلاف روبل ولكن بضمانة قوية وطيدة يا سيدتي بشروط موثوقة تماما وهنا دا أشرح لك الموضوع قالت سيدة خخلكوفا وهي تحرك ذرعيها كأنما تطرد الشروح التي هم بها ميتيا تشرح فيما بعد فيما بعد ستقول لي هذا كله فيما بعد ثم إنني أعرف سلفا كل ما قد تذكره لي سبق أن قلت لك هذا أنت في حاجة إلى مال أنت تطلب ثلاثة آلاف روبل ولكنني سأعطيك أكثر من ذلك أكثر كثيرا لأنني أريد أن أنقذك يا ديمتري فيدروفيتش ولكنني أطالبك في مقابل ذلك بأن تعطيني وثب ميتيا من مقعده من جديد قائلا بانفعال شديد آه سيدتي هل يمكن أن تكوني طيبة إلى هذا الحد لقد أنقذتني يا رب لقد انتزعت إنسانا من ميتة عنيفة يا سيدتي من ميتة انتحار بطلقة مسدس لسوف أضل شاكرا لك إلى الأبد عادت سيدة خخلكوفا تقول وهي تنظر بابتسامة مشرقة إلى وجه ميتيا المتحمس لا أعطينك أكثر كثيرا من ثلاثة ألاف روبل أكثر كثيرا لست في حاجة إلى كل هذا ليس بحاجة إلا إلى هذه الثلاثة ألاف شقية وأريد من جهتي أن أعطيك ضمانة لهذا القرض وأن أعبر لك عن شكر لا حدود له إن المشروع الذي أحب أن أبسطه لك هو فقاطعته السيدة خخلكوفا التي كان وجهها يشرق بفرحة الإحسان المتواضع كفا أنا أنفذ ما أقول ولا أنكث عهدا لقد وعدتك بأن أنقذك وسأفعل سأخرجك من مأزقك كما أخرجت بالموصفة ما رأيك في مناجم الذهب يا ديمتري فيدروفيتش؟ مناجم الذهب يا سيدتي لم أفكر في هذا الأمر يوما حتى الآن أما أنا فقد فكرت فيه من أجلك لقد وزنت جميع جوانب المسألة إنني ألاحظك منذ شهر لهذا الغرض ضللت أفحصك أكثر من مئة مرة عابرا فكنت أقول لنفسي في كل مرة هذا رجل نشيط فعال يمكن أن ينجح في مناجم الذهب حتى لقد أنعمت النظر في مشيتك فاستنتجت أنك ستكتشف مناجم كثيرة لم يملك ميتيا إلا أن يسأل السيدة خخلاكوفا مبتسما استنتجت ذلك من مشيتي يا سيدتي فإجابت السيدة خخلاكوفا نعم من مشيتك أيضا هل تستطيع أن تنكر يا ديمتري فيدروفيتش أن في الإمكان معرفة طبع الشخص من مشيته؟ إن العلوم الطبيعية تعلمنا هذا آه ما أكثر ما أصبحت واقعية الآن فمنذ ذلك اليوم منذ تلك القصة التي حدثت في الدير والتي هزتنا هزا قويا أصبحت لا أؤمن إلا بالواقعية بالواقعية وأصبحت أريد أن أقف حياتي على نشاط عملي لقد شفيت من الغيبية إلى الأبد كفى كما قال تورجينيب ولكن ماذا عن تلك الثلاثة ألاف روبل التي تفضلت فعتني بها كريمة سخية قطعته سيدة خخلاكوفا بقوة وحرارة ستحصل عليها تستطيع أن تعدها في جيبك منذ الآن لا ثلاثة ألاف بل ثلاثة ملايين وخلال فترة وجهزة يا ديمتري فيدروفيتش إليك المشروع الذي أقترحه عليك تكتشف مناجم ذهب فتثرى ثراء عظيما وتصبح من أصحاب الملايين ثم تعود إلينا رجلا كبيرا من رجال العمل والفعل تصبح رجلا محركا لغيرك من الناس تنقذنا من خدارنا وكسلنا وتقودنا نحو الخير أم عقول أن نترك جميع هذه المبادرات لهؤلاء اليهود ستبني عمارات وستخلق صناعات وستساعد الفقراء وسيغمرك هؤلاء الفقراء بالدعوات والبركات إننا نعيش في عصر السكك الحديدية يا ديمتري فيدروفيتش وستعلم وزارة الخزانة التي تتخبط في مصاعب ضخمة ستعلم بوجودك وتعتمد عليك إن سقوط عملتنا الورقية قد حرمني من النوم ذلك جانب من طبيعتي لا يعرفه الناس كثيرا قطعها ميتي قائلا وهو يوجس قلقا شديدا سيدتي سيدتي من الممكن أن أتبع نصيحتك وهي نصيحة سديدة جدا في الواقع سأتبع نصيحتك فيما بعد سأذهب إلى مناجم الذهب هذه وسأعود مرة أخرى لنتحدث في أمرها بل سنتحدث عنها مرارا كثيرا فلنتكلم في تلك الثلاثة ألاف روبل التي تكرمتي فـ آه إن هذا المبلغ سيخرجني من جميع المصاعب ليتني أستطيع الحصول عليه في هذا اليوم ذلك أنني كما ترين لا أملك وقتا أضيع ولا ساعة قطعته السيدة خخلكوفا تسأله بلهجة قاطعة كفا كفا أجبني أتذهب إلى مناجم الذهب أم لا هل عزمت أمرك أريد جوابا واضحا دقيقا سأذهب يا سيدتي فيما بعد سأذهب إلى حيث تريدين يا سيدتي أما الآن صحت السيدة خخلكوفا تقول انتظر وتبت واقفة وهرعت نحو مكتبها الأنيق دي الأدراج الكثيرة فأخذت تفتحها درجا درجا بسرعة باحثة فيها عن شيء ما قال ميتيا محدثا نفسه وقد كاد ينشق قلبه الثلاثة آلاف فورا وبدون ضمانة بدون رهد بدون وصل ما أنبلها آه إنها امرأة رائع ولكن ليتها كانت أقل تارثرة وهتفت السيدة خخلكوفا تقول بحماسة عائدة إليه هاك هاك ما كنت أبحث عنه هو أيقونة صغيرة جدا من فضة ذات حبل كالأيقونات التي تحمل أحيانا تحت القميص مع الصليب وشرحت السيدة خخلكوفا قائلة في إجلال هذه الأيقونة من كيف لقد لمست هذه الصورة رفاة القديسة باربرا الشهيدة العظيمة فاسمح لي أن أعلقها لك بنفسي لتباركك في حياتك الجديدة ومشارعك المقبلة قالت له ذلك ووضعت الأيقونة حول عنقه وجهدت أن تدسها تحت قميصه أحنى ميتيا رأسه متحيرا وأخذ يساعدها وأفلح أخيرا في أن يدس الصورة تحت الياقة ورباط العنق وأن يضعها على صدره عندئذ قالت السيدة خخلكوفا وهي تجلس على مقعدها في مهابة والآن هل أم إلى مناجم الذهب؟ قال ميتيا سيدتي أنا متأثر جدا لا أدري كيف أشكر لك هذه العواطف الكريمة وهذه المشاعر النبيلة ولكن ليتك تعلمين مدى استعجالي إن ذلك المبلغ الذي أنتظره من كراميكي وأنا ممتلئ القلب بالأمل آه ما أطيبك ما أعظم عطفك عليه بهذا هتف ميتيا على حين فجأة في حماسة اسمحي لي أن أعترف لك بأمر تعرفينه منذ زمن طويل على كل حال إنني أحب امرأة في هذه المدينة لقد خنت كاتيا أقصد كاترينا إيفانوفا وأسفها كان سلوكي معها خاليا من الإنسانية والشرب تولهت هنا بامرأة أخرى امرأة لعلك تحتقيرينها فأنت على علم بالأمر ولكن يستحيل علي أن أتركها يستحيل لذلك كانت هذه الثلاثة ألاف روبل قطعته السيدة خخلاكوفا قائلة بلهجة خاطعة دعك من كل شيء دعي النساء خاصة مناجم الذهب ذلك هو هدفك بعد اليوم ولا شأن للنساء هناك فيما بعد حين ترجع غنيا مجللا بالمجد تختار واحدة من بنات أرقى مجتمع فتاة عصرية متقفة متحررة من الآراء المتخلفة وفي ذلك الحين ستكون مشكلة المرأة هذه المشكلة التي يتحدث الناس عنها كثيرا في هذه الأيام ستكون قد حلت وستظهر في روسيا امرأة جديدة قال ميتيا وهو يضم يديه إحداهما إلى الأخرى في هيئة المتوسل ولكن يا سيدتي ليس هذا ليس هذا ما بل هو هذا هو هذا يا ديمتري فيدروفيتش هو هذا ولا شيء سواه هذا هو ما تصعى إليه دون أن تعرف أنت نفسك ذلك إنني مطلعة اطلاعا واسعا على مشكلة المرأة إن نخضة المرأة وحتى وصولها إلى الحياة السياسية في المستقبل القريب هو مثل الأعلى إن لي ابنتا يا ديمتري فيدروفيتش والناس لا يعرفونني كثيرا في هذا المجال لقد كتبت في هذا إلى شيدرين إن هذا الكاتب قد كشف لي أمورا كثيرة كثيرة جدا لا تخطر على البال عن رسالة المرأة فوجهت إليه في العام الماضي كتابا لم أذكر فيه اسمه كتابا من سطرين أعانقك وأقبلك يا كاتبي يا عزيزي المفكر الكبير باسم المرأة العصرية استمر وذيلت الكتاب بهذا التوقيع أم خطر ببالي أن أوقع أم عصرية ولكنني اكتفيت بعد تردد بكلمة الأم لأن فيها جمالا أخلاقيا أعظم يا ديمتري هذا عدا أن كلمة عصرية كان يمكن أن تذكره بجملته المعاصر وأن توقض في نفسه ذكريات أليمة بسبب الرقابة التي تسود الآن ولكن ماذا بك يا رب ماذا جرى لك؟ كان ميتيا قد وتبع مقعده وهوذا يضم يديه إحداهما إلى الأخرى أمامها صائحا بضراعة عجزة سيدتي لسوف تبكينني إذا تأخرت مزيدا من التأخر عن تنفيذ ما تكرمت فوعدتني به ابكي يا ديمتري فيدروفيتش ابكي لا تخشى أن تبكي إن هذه العواطف تشرفك ما يزال طريقك طويلا ستحسن الدموع إليك سوف تعود يوما وسوف تكون سعيدا ستجيء إلي من أعماق سايبيريا خصيصا لأشارك كفرحتك أعول ميتيا فجأة هذه المرة اسمحي لي أخيرا أن أقول كلمة أرجوك مرة أخيرة أن تجيبينني هل يمكن أن أتلقى هذا المبلغ منك اليوم؟ وإلا ففي أي يوم تأمرين أن أجئ لأأخذه عن أي مبلغ تتكلم يا ديمتري فيدروفيتش؟ عن ثلاثة ألاف روبل التي تكرمت فأعدتني بها منذ قليل ماذا؟ ثلاثة ألاف روبل؟ آه لا أنا لا أملك هذا المبلغ كذلك قالت سيدة خخلكوفا بدهشة هادئة سعق ميتيا وقال كيف هذا؟ حتى لقد قلت منهنية قصيرة إنني أستطيع أن أعد هذا المبلغ موجودا في جيبي آه لا 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 شك أنك أسأت فهمي يا ديمتري فيدروفيتش إنك لم تفهمني لا لا لقد قلت ذلك الكلام بصدد مناجم الذهب صحيح أنني وعدتك بأكثر كثيرا من ثلاثة ألاف روبل؟ تذكرت هذا الآن ولكنني كنت لا أفكر عندئذ إلا في مناجم الذهب صح ميتيا يقول بغباء والمبلغ والمبلغ والثلاثة ألاف روبل إذا كنت قد جئت من أجل اقتراض مال فيجب أن أذكر لك أنني لا أملك مالا إنني الآن خالية ليفاض تماما يا ديمتري فيدروفيتش حتى إنني في شجار مع وكيلي وقد اضطررت أن أقترض خمسمائة روبل من يوسوف منذ بضعة أيام لا 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 أملك شيئا من المال وأعلم عدى ذلك يا ديمتري فيدروفيتش أنني لو كنت أملك مالا لما أسلفتك أيضا أولا لأنني لا أقرض أحدا قد فالدين خصام دائما وإذا أقرضت غيرك فلا أقرضك أد لأنني أريد لك الخير وأريد أن أنقذك وما أنا في حاجة إلا إلى شيء واحد المناجم 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 زارميتيا يقول آه يا للشيطان شيطان يأخذ المناجم وهوى بقبضة يده على المنضدد يضربها بكل مالا أتي من قوة اي اي كذلك صاحت سيدة خخلكوفا مرتاعة وهي تهرب إلى آخر الصالون بسق ميتيا من فرط حنقه وبخطا سريعة اجتاز الغرفة وخرج من المنزل وأوغل في الشارع المظلم إنه يسير الآن كمجنون ويلطم صدره بقبضة يده على ذلك الموضع نفسه الذي لطمه منذ يومين بحضور اليوشا حين لقيه مساء في الطريق المظلم لماذا يلطم صدره هذا اللطم على هذا الموضع نفسه وماذا كان معنى هذه الحركة ذلك سر لم يفصح عنه لأحد حتى ولا لأليوشا في تلك الساعة ولكنه كان يعلم أن هذا السر ينطوي على ما هو أكبر من العارب النسبة له ينطوي على هلاكه وانتحاره وذلك ما سيحدث حتما إذا هو لم يحصل على هذه الثلاثة ألاف روبل ليرد إلى كاترينا إيفانوفا ما لها ولينزع عن صدره عن هذا الموضع بعينه من صدره الخزي الذي يخنقه الحمل الذي يبهضه والذي يرهق ضميره أشد الإرهاق إن هذا كله سيتضح مزيدا من الاتضاح للقارئ فيما بعد والآن وقد انهار آخر أمل من أمال هذا الرجل القوي الجسم فإنهما إن ابتعد بضع خطوات عن منزل خوخ لكوفا حتى انفجر يبكي على حين فجأة ناشجا كطفل صغير وهوذا يمسح دموعه بقبضة يديه دون أن يلاحظ ذلك وعلى هذه الحال من الاضطراب إنما وصل إلى الميدان حيث أحس بغتة أنه قد صدم شيئا ما وسرعان ما سمع أنات شاكية صادرة عن عجوز كاد يقلبها يا رب كاد يقتلني هل لا نظرت أين تسير أيها الوغد؟ فصاح ميتيا يقول وهو يتفرس وجه البرأة العجوز في الظلام كيف؟ أهذا أنت؟ لقد عرف ميتيا في هذه المرأة العجوز خادمة كوزما كوزميش الطاعنة في السن التي لاحظها في منزله الليلة البارحة سألته العجوز بصوت أصبح لطيفا على حين فجأة ومن أنت يا بني؟ لا أستطيع أن أميزك في هذا الظلام أنت في خدمة كوزما كوزميش أليس كذلك؟ هذا صحيح يا بني وأنا عائدة الآن من بروخريتش ولكن لماذا لا أستطيع أن أعرفك؟ قال ميتيا في الطراب شديد قولي لي يا أمة هل أجرفين أليكزندروفنا عندكم الآن؟ لقد أوصلتها إلى منزلكم منذ قليل لقد جاءت يا بني فمكتت لحظة ثم انصرفت فصرخ ميتيا انصرفت؟ كيف هذا؟ متى ذهبت؟ لم تمكث عندنا إلا دقيقة قصت خلالها على كوزما كوزميش قصة مضحكة ثم لم تلبث أن انصرفت زأر ميتيا يقول أنت تكذبين أيتها العجوز العينة؟ فصاحت المرأة تقول مدعورة أي؟ أي؟ ولكن ميتيا كان قد غاب أسرع يركض نحو منزل آل موروزوف كانت غروشينكا قد سافرت منذ ربع ساعة إلى موكروي وكانت فينيا في المطبخ مع جدتها ماتروينا الطبخة حين ظهر النقيب فجأة في المنزل ولكن ميتيا كان قد غاب أسرع يركض نحو منزل آل موروزوف كانت غروشينكا قد سافرت منذ ربع ساعة إلى موكروي وكانت فينيا في المطبخ مع جدتها ماتروينا الطبخة حين ظهر النقيب فجأة في المنزل فلما رأته أطلقت صرخات ارتياع وجزع أعول ميتيا يسألها ها؟ تصرخين؟ أين هي؟ ولكن قبل أن يتسع وقت فينيا التي صعقها الدعر لأن تنطق بكلمة واحدة ارتم ميتيا على قدميها قائلا لها فينيا قولي لي أنهى شيدك بيسوع المسيح إلى أين ذهبت؟ لا أدري يا سيدي لست على علم بشيء أيها العزيز ديمتري فيدروفيتش ولو قتلتني لم استطعت أن أقول لك أكثر من هذا ثم إنك قد خرجت معها منذ قليل كذلك أكدت فينيا متدفقة في كلامه قال ميتيا ولكنها عادت لا لا يا عزيز ديمتري فيدروفيتش لم تعد أحلف لك بالله أنها لم تعد صرخ ميتيا يقول تكذبين وإني لأحذر من دعرك وحده إلى أين ذهبت وخرج من المنزل راكضا فما كان أسعد فينيا المذعورة بأنها تخلصت منه بمثل هذه السهولة فلقد أدركت حق الإدراك أنه كان سيسومها سوء العذاب لولا استعجاله الشديد على أنه قد فاجأ أثينيا واترونيا العجوز حين انصرافه بحركة لم تكن في الحسبان كان هناك على المائدة هاون نحاسي وفيه مدق نحاسي ولكن المدق ليس كبيرا فبينما كان ميتيا يضع يده على قبضة الباب راكضا ليخرج مد يده الأخرى فتناول المدق اختطافا ودسه في جيب سترته هتفت فينيا تقول وهي تضم يديها إحداهما إلى الأخرى رباه سيقتل حدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر